موسيقى السلام عليكم الحرب العالمية التانية انتهت رسميا في 2 سبتمبر 1945 وتهزمت ألمانيا عسكريا وسقطت بيرلين في ايد الحلفة وهتلر نفسه انتحر في ملجأ تحت الارض او هيرب واختفى والعالم كله اعتقد ان الايدولوجية النازية انتهت من العالم وان اليمين المتطرف مش ممكن يرجع تاني للساحة السياسية سواء في اوروبا او في اي مكان تاني في العالم خلاص دي قصة وانتهت لكن بعد 77 سنة من هزيمة النازية احب اقول لحضرتك عزيز المشاهد العزيز ان هتلر انتصر على الحلفة والايدولوجية بتاعته حاليا بتكتسح اوروبا من اول وجديد فاكر حضرتك حلقة مجاعة فرنسا طيب فاكر حلقة اخوان ايطاليا فاكر لما قلتلك ان اليمين المتطرف هيبلع اوروبا وحيوصل للحكم عاجلا او اجلا انا جايبا النهاردة علشان اصدمك وقولك اني ما كنتش بجدب عليه وان السويد اللي هي من اكتر البلاد تسامحا واستقبالا للاجئين خلاص ما بقتش زي زمان وده لان تكتل احزاب اليمين المتطرف السويدي وصل بالفعل للسلطة ونجح في الانتخابات العامة اللي حصلت في الشهر الحالي وغرم ان النتائج النهائية لسه ما تمش الاعلان عنها رسميا اللي ان الموضوع في السويد اتحسم خلاص من طرف رئيسة الوزراء السويدية الاشتراكية ماجدالين اندرسون شخصيا الست رئيسة الوزراء اعلنت استقلتها من المنصب يوم الخميس 15 سبتمبر ومش بس كده دي كمان اقارت بهزيمة حزبها قدام تكتل الاحزاب اليمينية بقيادة السياسي اليمين المحافظ اولف كريستيرسون والسياسي اليمين الشعبوي جيمي اوكسون وغالبا اولف ده حيكون هو رئيس الوزراء الجديد البرلمان السويدي بيتكون من 349 مقعد اليمين المتطرف كسب لحد دلوقتي 176 مقعد يعني باختصار اصبحوا هم الاغلبية في البرلمان ومن حقهم يشكلوا الحكومة التكتل اللي فاز بيضم اربع احزاب اهمهم حزب الاعتدال برئاسة اولف كريستيرسون وحزب ديمقراطية السويد برئاسة جيمي اوكسون صحيح ان المحافظين معهم عدد مقاعد اكتر من حزب جيمي اوكسون المتطرف لكن الخبراء بيتوقعوا ان الحكومة الجديدة هتكون مجرد حكومة ظل مش اكتر والمتحكم الحقيقي فيها هيكون جيمي اوكسون مش اولف كريستيرسون وخلي بالك في فرق كبير جدا ما بين يميني محافظ ويميني شعبوي اللي اتنين يمين اه بس الفرق كبير الفرق ده عامل زي مثلا الفرق بين المية السخنة اللي بتغلي وبين مية النار اللي بتدوه بالحديد يعني من الاخر حزب ديمقراطي السويد هو بنفسها ايدولوجيات الحزب النازي الالماني تقريبا اسمع مني بقى شوية معلومات كده عن جيمي اوكسون ده واحزاب التكتل اليميني علشان تفهم السويد دخل على ايه اولا جيمي ده عنصري وشعبوي لدرجة ما تتصورهاش ثانيا هو ضد وجود اي لاجئين في السويد وضد توطين الاعراق الغريبة في السويد وطبعا اول ما حيمسك حيديق عليهم وحيطفشهم من البلد سواء بقى عن طريق زيادة المصاريف عليهم او قطع الدعم عنهم مش هيغلب ده ممكن يرحلهم قصريا المهم ان مفيش لاجئين تاني يدخلوا السويد ولا يعيشوا في السويد ده بحسب مشروع السياسي طبعا اللي هو اعلن عنه بنفسه ثالثا القضاء على العصابات والمافيا واتجارة المخدرات اللي انتشرت في الاحياء السويدية واللي حسب كلام جيمي ان السبب فيها هم اللاجئين وان الشعب السويدي انتخب احزاب التكتل اليميني علشان يخلصهم من الازى بتاع اللاجئين يعني مثلا كل سنة بتحصل في المتوسط 366 عملية اطلاق نار السنة دي اتقتل 47 مواطن سويدي بسبب الهجمات دي السنة اللي فاتت 2021 اتقتل 46 واحد طبعا العصابات دي فيها سويديين لكن الاغلبية اللي بتشكلها بيكونوا مهاجرين خصوصا اللي متواجدين في ضواحي العاصمة ستوك هولم وجوتي بيرج ومالمو رابعا تكتل اليمين المتطرف عنده مخطط لخروج السويد من الاتحاد الاوروبي يا دي الليلة يمكن ما اقدرش يحققوا بسبب الظروف الاقتصادية العالمية في الفترة الحالية ولكنه من حيث المبدأ رافض اي ارتباط ما بين السويد واوروبا هم شايفين ان السويد غنية ومستقرة ومش محتاجة اوروبا في حاجة اساسة وكمان شايفين ان مش بيجالهم من اوروبا غير الصداع واللاجئين واللازي منه عايز اقول لحضرتك ان ايام الحكومة الاشتراكية اليسارية بتاعت مجدالينة اندرسون اللي لسه مقدمة استقالتها كان محظور تماما ان اي حد يتكلم عن اللاجئين او عن مشاكلهم او عن اعراقهم تحسهم مثلا كانوا شركة للسويديين بالعافية في بلدهم طبعا العبط ده خلى الناس تكره اليسار على الاختارع اليسار وراحوا لليمين في الانتخابات راحوا الاكتر واحد عنصري في البلد وانتخابوه عادي جدا لان من الطبيعي ان ابن البلد له افضلية طبعا على اللاجئ اللي ساب بلده وهرب لاي سبب ان كان وتحت اي ظرف ان حصل فلو وصل اليمين المتطرف للسلطة هيبدأ بقى يرحل الناس دي باي شكل لان الشعب السويدي انتخابوهم علشان كده اصلا حضرتك فاهمني تخيل مثلا ان انت قاعد في بيتك ومرتاح وتمام التمام وامورك ماشي يا زي الفل فجأة يجيلك واحد ولا تعرفه ولا يعطى عرف خلفيته الثقافية ولا حتى الدينية وعايز يشاركك في بيتك اللي انت بانيته بتعبك وبالعافية ما هو اكيد انت حترفضه وحتقوله لو سمحت ترجع بلدك انت مالكش مكان في بيتي ده الطبيعي والمنطقي واي بلد حتوطن اعراق غريبة فيها حتدفع التمن غالي من امنها واستقرارها وسلامتها وبفضل السياسة الاوروبية العبيطة اللي فتحت اوروبا سدحمة داح لأي حد فالناس زهقت وبدأ اليمين المتطرف يرجع تاني ومش بس كده ده انت ممكن تلاقي واحد بنفس دماغ هتلا يوصل لمنصب رئيس فرنسا مثلا خلال السنتين اللي جايين والعالم كله ادفع التمن انا قلت مليون مجر السوري مكانه سوريا اليمني مكانه اليمن العراق مكانه العراق والمصري مكانه مصر مفيش بلد حتكون بمثابة وطن بديل ليك ده مش هيحصل ابدا الخوف بقى ان اللي انزعاج ده من اللاجئين يتنقل للشارع العربي وخصوصا المصري لانه حسب تصريحات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بيقول ان مصر فيها تقريبا ستة مليون لاجئ وده مش صحيح بالمناسبة العدد اكبر من كده بكتير يمكن الرئيس بيتكلم عن اللي مسجلين رسميا لكن اللي دخلوا تهريب كتير جدا وبالملايين برضه فتخيل بقى دولة زي مصر بتمر بظرف اقتصادي صعب وبتواجه موج التدخم عالمية وكمان بتستضيف ملايين الاعراق الغريبة مش كده وبس دي بتصرف عليهم وبتعليجهم وبتعملهم زيهم زي المصريين فطبيع ان المصر يقول ان هو اولى بكل الخدمات دي من اللاجئ خاصة وان هو اللي بيدخل الجيش وبيدفع ضريبة الدم بينما اللاجئ عايش حياته مرتاح لاحد بيطلبوا للتجنيد ولا عنده اي مسئوليات تجاه مصر وكمان اللاجئ بيشتغل من غير تصريح عمل واغلبهم مش بيدفع اقامات اصلا وعايشين في ميغة محدش بيقولوا انت بتعمل ايه ودول مش حتى عمالة وافدة ليهم فترة لحد ما تنتهي عود عملهم ويرجعوا على بلدهم تاني دول مستوطنين يعني بالبلد دي جايين يعيشوا ويموتوا في مصر وعلى فكرة مع اول مصيبة هتحصل اللي يجيين دول هيسيبوا مصر ويهربوا اذا كانوا سابوا بلدهم بلهم مش خير في بلدهم حيبقى لهم خير في بلدك اللي حيدافع عن البلد هم مولدها اللي حيكونوا في وش المدفع وبس فبالتالي المصري اكيد حيحس انه مظلوم في بلده وممكن اي حزب سياسي او اي حد هيترشح لرئيسة الجمهورية يلعب على الوطر ده وعلى الملف ده واقعوا فيه ناس كدير هتنتخبوا مقابل انه يخفف عدد اللاجئين في مصر فالموضوع عامل كده زي الضمنه اول ما كرتب يقع الكل بيكر وراه لعدوى بتنتشك اللي حصل في السويد عادي جدا انه يحصل في مصر مش ضروري دلوقتي حالا بس هيحصل لا محالة مستقبلا بسبب قلة الموارد وزيادة عدد المستوطنين في مصر الحلقة دي في الارشيف عند حضرتك يمكن نرجع لها بعد سنة ولا اكتر ونشوف كلامنا كان صح ولا غلط ياريت حضرتكم تقولولي في التعليقات هل تتوقع صعود طيار اليمين المتطرف في باقي دول اوروبا بسبب قضايا اللاجئين ولا لا وهل ممكن الطيار السياسي ده ينتقل للعالم العربي ولا ده امر مستبعد وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة